أسرة فرنسية انتحرت في سويسرا يعني هذا الخبر منشور في عدة وسائل إعلام فرنسية وكذلك سويسرية وكذلك في صحف حتى أمريكية يعني بس مجرد ما تبحثوا عن هذا العنوان هناك عدة مصادر نشرت حول هذا الموضوع يعني مجرد ما تبحث هكذا ستجد أنه هذا الخبر موجود حتى على الجزيرة موجود على thelocal.frans موجود على ياهو وهكذا في الحقيقة هذا خبر مؤسف للغاية لماذا؟ لأنه أنا لم أصدق هذا الخبر أسرة كاملة ينتحرون جميعا واحدا تل والآخر كما يقول الخبر الأب والأم وشقيقة الأم والابن والبنت الابن 15 سنة والبنت 8 سنوات الأب عمره 40 سنة والأم عمرها 41 سنة الأب يعمل مهندس والأم طبيبة وأختها أيضا التوأم أختها توأم هي الأخرى طبيبة فيعني الخبر يتحدث عن أنه هؤلاء كان يؤمنون بالمؤامرة وكان عندهم انطواء شديد عن المجتمع كانوا يخزنون الطعام ولا يرسلون أبنائهم إلى المدرسة فذهب البوليس طبعا بتعليمات من الشؤون الاجتماعية للسؤال عن الأولاد ومسألة ترتيب ذهاب الأولاد إلى المدارس وخوفا من تدخل الشؤون الاجتماعية في حياتهم أو تدخل الدولة في حياتهم بعد هذه الزيارة من البوليس انتحروا من يصدق هذه الرواية؟ أنا بس ألكم يعني أنا شرحت لكم باختصار شديد وضع هذه الأسرة أسرة مكونة من أربعة أفراد الأب مهندس الأم طبيبة أختها توأم طبيبة وعندهم ولد 15 سنة وبنت 8 سنوات طبعا من الأشياء المثيرة في هذا الموضوع أنه الأم ويعني الاثنين التوأم هم أصلا أحفاد لروائي جزائري شهير جدا جدا يعني هذا الموضوع أيضا يثير علامات استفهام لأنه هذا الروائي الجزائري اسمه مولود فرعون أو فيرون ما بعرف يعني النطق الصحيح لها هكذا هو معروف هذا الشخص معروف وهو ثائر ضد الفرنسا بطريقته طبعا كما يقولون وهذا الشخص قتل على يد جماعة فرنسية متطرفة قتل في العاصمة عام 1962 فهذا الموضوع يعني أنا أشك فيه وأترك لكم يعني أنا بصراحة حتى لا ندخل في سجال كبير أنا لا أصدق أن جميعهم يتواطؤون على الانتحار فجأة هكذا يتخذون هذا القرار بمجرد أن الشرطة طرقت بابهم مجرد وديما لما يذكروا موضوع أن هؤلاء يؤمنون بالمؤامرة أنا والله ما بعرف يعني كيف تتخذ أسرة هذا القرار الغريب وبهذه الطريقة المفجعة ينط كلهم من الشباك وراء بعض في حي فخم جدا في سويسرا وهم أصلا معهم الجنسية الفرنسية واختاروا أن يذهبوا ويعيشوا في سويسرا معهم أرقى الدرجات العلمية ما بعرف هل أثرت عليهم سويسرا لو افترضنا جدا لنصحة هذا الكلام هل أثرت عليهم الحياة الكئيبة في سويسرا ما احنا تكلمنا قبل كده سويسرا من أعلى دول العالم انتحارا وفيها ينتحر من الأكثر سراءا أو الناس اللي يعيشوا في مناطق ثرية أو الأكثر تعليما أو هؤلاء الذين بغير دين أو الذين يعيشون بمفردهم فهل أثرت عليهم هذه الحياة أنا طبعا أشك في الرواية المفروض حتى الأمة تنتحر أعوذ بالله وهذا جماعة هذا كما قلنا هذه مصيبة كارثة كبرى الإنسان لا يعرض نفسه لهذه الفتنة أن يعذب يوم القيامة بما قتل نفسه به أو بالطريقة التي قتل نفسه بها وإذا كان يائسا من رحمة الله فهو كافر مخلت في النار فاتقوا الله عباد الله وأنا طبعا لا أعرف ما هي ديانة هؤلاء حقيقة لكن من أسماء المرأة المرأة اسمها نسرين والأخرى اسمها نرجس فيرون أو فرعون وزوج المرأة اسمه إيريك ديفيد فأحنا مع درجة فصيل الموضوع غامض يصدقوني وأنا بطرح عليكم الخبر حتى تروا يعني ما تصل إليه الأمور في هذه البلاد الكئيبة جنة الدجال هذه جنة الدجال الحقيقية هذه جنة الدجال الحقيقية إما أن هؤلاء يقتلوا أو إما أن هؤلاء يدفعوا للانتحار أو أي شيء إحنا لسه شايفين خبر انتحار المرأة الشرطية في فرنسا أيضا لما أخذوا منها طفلها من ضمن الأشياء اللي ذكرت إنهم كانوا خايفين من تدخل الدولة في حياتهم الشخصية يعني خايفين من سحب أطفالهم وهكذا يعني والله أعلم أنا يعني بصراحة لا أستطيع لا أستطيع أن ألزم بشيء سأترك لكم رابط الخبر في أول تعليق والله المستعان ترجمة نانسي قنقر